من المعروف عن فيلم أفاتار أنه من أهم الأفلام في عالم السينما فهو يعتبر الفيلم اللي حقق ثاني أعلى نسبة أرباح على الإطلاق بأكثر من 2.7 بليون دولار بالإضافة لحصوله على عدد كبير من الجوائز وأهمها الأوسكار وجائزة أفضل مخرج من الـ Golden Globes وحاليا الجميع بانتظار الجزء الثاني منه وبيكون أكيد من إخراج وإنتاج جيمس كاميرون ولأنه تكملة لقصة الجزء الأول فمن الطبيعي نرجع نشوف الثنائي اللي كلنا تعلقنا فيه جيك ونيتيري اللي أكيد يأدي أدوارهم سام وورتينغتون وزوي سلدانا أما المفاجأة فكانت انضمام كيت وينسلت لهذا الجزء بدور الغواصة رونال ومؤخرا اسم أفتار تصدر عناوين الصحف من جديد من بعد ما تم الإعلان عن اقتراب موعد انتهاء تصوير الجزء الثاني من هذا الفيلم فنشرت الصفحة الرسمية لهذا العمل على تويتر أول صورة من كواليس التصوير وصحيح أن الصورة بعيدة إلا أنه كان واضح جدا فيها الآليات المتطورة والبوتس اللي تم بنائها بدقة عالية وهالشي يأكد أن الجزء بيكون عند طبيعة مائية ما شفناها في الجزء الأول